بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر نبينا وحبيبنا وقدوتنا معلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم كما نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القولة فيتبعون أحسنه ويجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا في ختام منهجكم طلاب الصفي الثالث الثانوي منهج القراءات برواية الدوري ثم الجمع للسبع أو للسبعة الجمع للقراءات السبع اليوم سنعرض بعض الآيات كما عرضنا سابقا في طريقة الشاميين وهو جمع القراءات السبع كما تعلم عزيز الطالب أن هذا الجمع أنشأه العلماء وذلك اختصارا للوقت كي لا يقرأ الطالب عند الشيخ سبع ختمات كل ختمة بروايتين وإن أراد الكبرى فقد يكون له بكل رواية طريقين أيضا فيخرج بعدد كبير من القراءات والختمات تستغرق زمنا طويلا خرج العلماء بطريقة ذكية وهي الجمع والجمع كما تعلم هناك جمع يسمى جمع المصريين وجمع الشاميين وجمع المهرة وغيرهم سنرى الآن سوية إحدى طرق هذه الجمع وهي الطريقة الأضبط في الأداء وهي فيها اختصار بعض الشيء يقول الله عز وجل إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود الآيات التي تعرفها سنقرأ الآن للسبعة سويا فركز معي وأنصحك أن تكتب أي شيء تسمعه استجد عليك أو تريد أن تعود إليه ولا تكتفي فقط بالسمع لأن السماع يطير فورا الآن سنقرأ الآيات ضع هنا علامة اكتب هنا اكتب في كتابك أي شيء يطرع عليك اكتبه مباشرة لأنك عندما تعود إليه لو بعد يوم أو يومين ستجده رموزا لا تعرف ما هي اكتب بشكل واضح يقول الله عز وجل إن بطش ربك لشديد إن نظرنا في هذه الآية فليس هناك أي خلاف أصولي درسنا الوصول هل تذكروا الوصول؟ ميم الجمع هاء الكناية المدوى القصر همزتين من كلمة همزتين من كلمتين همز مفرد الفتح والإيمالة يآت الزوائد يآت الإضافة كل ذلك درسنا ليس في هذه الآية أي خلاف أصولي ثم أخذنا الفرش ليس هناك أي كلمة فرشية يختلف فيها القراء إذن فإننا سنقرأ لقالون أولا مجودين ثم نرى هل هناك مخالفة أم لا إن بطش ربك لشديد ليس هناك أي خلاف للقراء السبعة سأقرأ الآن وحاول أن تلاحظ ماذا تغير إن بطش ربك لشديد الملاحظة أني هنا مددت العارض للسكون وهذا خلاف في المدود كل القراء السبعة متفقون عليه إن شئت باثنين أو أربعة أو ستة ننطلق للآية التي بعدها إنه هو يبدئ ويعيد دعني أتفق وأنا وأنت نقرأ أول مرة لحفص عن عاصر ثم نستخرج الخلافات الآية هنا لدينا هاء كناية وقد وقعت هذه الهاء بين متحركين والدوري كغيره هنا يقرأ بالصلة يبدئ ويعيد لدينا هنا هذه الآية ليس فيها خلاف ولكن عندنا هنا الهاء بالهاء درسنا إدغام حروف متماثلة إدغام المتماثلين من كلمتين وهذا باب لدينا السوسي وهو القارئ الثاني لأبي عمر يدغم الهاء بالهاء نقرأ الآن لقالون ونرى الخلافات إنه هو يبدئ ويعيد واندرج معه كل القراء ما عدا صاحب الإدغام ركز معي في الإدغام الإدغام عزيزي الطالب أن تدخل الحرف الأول بالثاني بحيث يكونان حرفا واحدا مشددا كالثاني أي بحركة الثاني إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد ونكون قد جمعنا للقراء السبعة لاحظت الآن ميزة الجمع بدلا من أن نقرأ هذه الآية سبع مرات ونقرأ سورة المروج أربعة عشر مرة لكل قادم قرأنا الآية الآن مرة واحدة وحصل عندنا خلاف واحد قلنا إنه هو يبدئ ويعيد ونكون قد جمعنا السبعة ننطلق للآية التي بعدها وهو الغفور الودود أحسب أنك قد لمست موضع الخلاف وهو قول الله عز وجل وهو وهو فيها خلاف بالسكون والتحريك أما الذين يقرأون بالسكون يقول الشاطبي وهو بعد الواوي والفا ولامها وهي أسكن راضيا باردا حلا إذن فقالون أول المسكنين قالون هو أول المسكنين فكل من يخالف قانون سيقف هنا ونقرأ وهو الغفور الودود قالون واندرج معه الكسائي وأبو عمر الآن نأتي لمن بعد قالون بالرتبة ورش وهو الغفور الودود واندرج معه البقية لو كان في الآية مد لوقفوا كلهم حتى ينتهي ورش وحمزة ولكن الآية كما ترى انتهت فيه وهو الغفور الودود الآن لدينا ذو العرش المجيد هل في الآية خلافات نعم فيها خلاف وهو مختلف نوعا ما سنرى هنا عند حال الوقف يتفق السبعة نقرأ ذو العرش المجيد فيها ضم فحال الوقف قرأناها بالكسر عفوا قرأناها بالسكون فلما قرأنا بالسكون اتفق القراء السبعة كلهم على القراءة هذه ليس هناك أي خلاف أصولي ولا فرشي حال قراءة الآية نرى هنا الآية السادس عشر يقول الله عز وجل فعال لما يريد والآية دعنا نقرأها لحفص فعال لما يريد هل في الآية خلاف أصولي أو فرشي المدود وما شابه ليس فيها أي خلاف فلذلك عزيزي الطالب وضعت هذه الآيات القصيرة التي ليست فيها خلافات عمدا حتى تعرف قيمة الجمع لاحظ أننا نقرأ الآية مرة واحدة وإلا لو كنا نريد أن نقرأ للإفراد لقرأنا السورة وبما فيها الآية مرات عديدة نقرأ مرة لقالون ثم نقرأ لورش ثم نقرأ للبزي ثم نقرأ لقنبل ثم نقرأ للدوري ثم نقرأ للسوسي ثم نقرأ للهشام ونقرأ البندكوان ثم حفص شعبة ثم حفص وهكذا حتى نختم السبعة يكون لدينا جهد طويل الآن قرأناها فعال لما يريد من من القراء؟ كل ما ذكرت لك الآن أسماءهم كلهم اتفقوا في هذه القراءة فجمعناهم في قراءة واحدة لدينا قول الله عز وجل هل أتاك حديث الجنود؟ وفي هذه الآية بعض الخلافات نراها سوية أولا لدينا هنا السكون الذي جاء بعده همس وهذا فيه سكت ونقل من باب النقل والسكت لدينا أتاك هل في أتاك إيمالات؟ هي أصلا كلمة أتا وكل ألف مرسومة على شكلية يمينو حمزة الكسائي وورش جميع الباب كان مقللة إذن سنرى هنا من الذين يقرؤون بالإيمالة هل أتاك حديث الجنود؟ هذا قالون واندرج معه كل القراءة ما عدا ورش وحمزة ومع أداء الكسائي الذي وقف على الإيمالة من نأتي الآن جمع الشاميين نأتي مباشرة بورش بالترتيب فورش له النقل وله الفتح والتقليل في أتاك نقرأ الآن بالنقل مع الفتح هل أتاك حديث الجنود؟ لاحظة النقل هل أتاك حديث الجنود؟ الآن لدينا التقليل لورش هل أتاك حديث الجنود؟ نقرأ بالفتح هل أتاك حديث الجنود؟ التقليل هل أتاك حديث الجنود؟ اندرج مع ورش على هذا الوجه أحد أم لم يندرج معه أحد مجرد النقل فإن ورش ينفرد لوحده لدينا الآن حمزة له السكت في المنفصل برواية من خلف ولكن ليس اللي خلاد نقرأ السكت نقول هنا خلف له السكت وعدم السكت في المنفصل نقرأ أولا بعدم السكت هل أتيك حديث الجنود من اندرج معه اندرج معه الكساء يوافقه في كل ما سبق يتبقى وجه لخلف له السكت هل أتيك حديث الجنود هذه هي قراءة مع الشرح الآن سأقرأ بدون شرح ركز معي من الأول هل أتيك حديث الجنود هل أتيك حديث الجنود نكون بذلك جمعنا السبعة واضح؟ جمعنا السبعة بخلافات كثيرة واحد اثنين ثلاثة أربع خلافات هنا للقرأة السبعة جمعناها بهذه الطريقة المستعجلة فرعون وثمود ليس فيها أي خلاف لا فرشي ولا أصلي ونعيد فنذكر فائدة الجمع هنا أن هذه الآية قرأناها فرعون وثمود للسبعة كلهم بدلا من أن نعيد السورة بخلافاتها وآياتها يقول الله عز وجل بل الذين كفروا في تكذيب وهذه الآية كالتي سبق لا يوجد فيها أي خلاف أصولي ولا فرشي ننظر سويا هنا ليس لدينا مدود وليس لدينا ميمات جمع ولا هآت كناية ولا إيمالات فلذلك قال العلماء نجمع كل القرأة في قراءة واحدة وننتهي بل الذين كفروا في تكذيب وننتهي ننظر للآية التي بعدها والله من ورائهم محيط لدينا هنا مد متصل المتصل لنقسم القراء كما تعلم إلى أربعة وستة لدينا من ورائهم هل في هذه شيء؟ خلف فقط عن حمزة يقرأ بترك الغنة خلف عن حمزة يقرأ بترك الغنة فلذلك خرجنا الآن قراءة بالأربعة قراءة بالست وقراءة بترك الغنة لورش لخلف عفوا بترك الغنة لخلف نقرأ الآن سوية سأقرأ الآن بلا شرح واضح لأننا نريد أن نعرف فائدة الجمع بسرعة والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط ورائهم في هميم الجمع التي قرأناها الآن إذن ففي هذه الآية أربعة وستة وترك غنة وفي هميم الجمع ثلاث خلافات للقراء تقسم القراءة السبعة برواتهم على هذه الخلافات الأربعة الآن عزيزي سأقرأ بسرعة لنعرف كيف نستفيد من الجمع ركز معي إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطَ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطَ لاحظت الآن لما قرأنا بدون توقف كأنك عندما تقرأ على أحد الأشياء فإنك تجمع السبعة بسرعة وهذه هي فائدة الجمع ولذلك كان زبدة الدرس وخلاصة وآخره أن يعطيك المنهج الجمع في القراءات السبع كأنه يقول لك قرأة لفلان ولفلان ولفلان فدونك طريقة الجمع للقراءات السبع أسأل الله عز وجل بعد أن ننهينا هذا المقرر أن يجعل كل حرف فيه رفعة لنا وشافعا لنا يوم نلقاه أشكرك على إنصاتك واستماعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته